ما هي الضمانات برأيك سيد نادر لمنع استخدام السلاح النووي هل هناك ضمانات دولية مثلا أممية يعني ما هي الضمانات أعتقد أولا يجب الحماية المعهدات الحالية لعدم الانتشار النووي وكذلك النزع الاسلحة النووية وكذلك تعزيز المفاوضات ودفع المفاوضات حول النزع السلاح السلحة النووية وعدم الانتشار الاسلحة النووية والاستخدام السلمي للطاقة النووية ويجب كذلك الدفع أو تدبيق المبادرات التي طرحتها الصين يعني لك في تحقيق الأمن المشتركة لجميع الدول مثلا الصين طرحت يعني في الدول الخامسة ذاتي الأولوية الدائمة في المجلو الأمن في تقديم التعهدات لعدم المبادرات إلى استخدام الأسلحة النووية وكذلك المبادرات حول عدم استخدام النووية تجد الدول التي لم تمتلكوا الأسلحة النووية وكذلك الخطة الرؤوس النووية يعني من خلال المفاوضات والتعاوى فكل هذه الجهود أو مبادرات يجب تدبيقها ودفع أو دفع تدبيقها لكي نحافظها الأمن المشتركة للبشرين ترجمة نانسي قنقر